طلاب الحلوين أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة أحباب قلبي مرفق لديكم مهمة متابعة للفصل الثاني ها نحن اليوم أحبائي بيوم الاثنين تاريخنا لهذا اليوم 15 من شهر شباط سنة 2021 حبائي بي مثل ما عمنا المهمة الأولى بداية أنا أكتب اسمي في الفقوعة أو الغيمة على اليمين وأكتب صف الأول إن كان الأول واحد أكتب العدد واحد أو الأول اثنين أكتب العدد اثنان هيا بنا نشرح مهمة المتابعة السؤال الأول المعطي لدي كم كورصا يوجدوا على الشريط انظروا جيدا لدينا هنا عدة أشريطة بدنا نحسي عدد الأقراص الموجودة وأكتب هون على الخط فوق كلمة العدد كم عدد الأقراص الموجودة على الأشريطة لدينا القسم الأول الثاني والثالث ننتقل للصفحة الثانية الصفحة الثانية تطلب مني كالتالي ارسموا أقراصا واكتبوا عددا بحسب الرسمة انظروا جيدا لدينا هنا عدد معين من الحلزونات العدد معطي معاي التمرين القسم الأول جاهز هني عددهم 17 مطلوب مني أرسم أقراص اللي عددها 17 يعني 17 قرصا في الشريط الفارغ هون في الأسفل وهيك بيكون جاهز القسم الأول القسم الثاني انتوا بتكم تعدوا عدد الأولاد الموجودين هون مش معطي معاي العدد انتوا بتكم تعدوهم تحصوهم وكمان تطبقوا نفس كمية العدد على الأقراص على الأشرطة بواسطة أقراص وكذلك الأمر في القسم الثالث منعد نحصي عدد الأصابع منسجل عدد هني كديش وبمثل الكمية هاي أيضا على الشريط الفارغ أما السؤال التالي أحبائي ومهم جدا إنكم تنتبهوا للألوان اللي معطي معاي مهم جدا تنتبهوا للألوان حتى لو طبعتوا الورقة العمل باللون الأسود والأبيض ولكن ركزوا في شاشة الحاسوب على الألوان اجمعوا بحسب القسمين في الأشرطة لدينا هنا الشريط الأول والشريط الثاني الشريط الأول هو لون مختلف أخضر والشريط الثاني هو لون ليلكي أو بنفسجي انظروا جيدا الشريط الأول عشرة زائد الشريط الثاني أو القسم الثاني هو ستة إذن عشرة زائد ستة مرة أخرى مهم جدا إن أنا أكتب التمرين بحسب القسمين الألوان اللي معطيه معاي القسم الأول 10 القسم الثاني 6 البند التالي طبعاً انتوا كمان مرة بتميزوا حسب القسمين حسب الألوان اللي معطيه معاي وبسجل التمرين وكذلك الأمر في التمرينين الثانيات منكمل في الصفحة التالية صفحة التالية بدنا نطرح يمكنكم الاستعانة بالأشرطة انظروا جيداً معطي معاي الصحيح هو 18 الصحيح هو 18 بواسطة هاي بواسطة هذا الشريط أنا بأقدر أحل هاي التمرين فيه طلاب بكلوا لي معلمتي أنا طوالي بحل بدون ما أنظر أو أستعين به الشريط أو الأقراس مش مشكلة فيش مشكلة بنقدر نحل ومنقدر نستعين في الأقراس نقدر نشطب ونسجل النتائج 18 ناقص 18 18 ناقص 1 18 ناقص 10 18 ناقص 17 18 ناقص 8 18 ناقص 0 كذلك الأمر في القسم التالي ولكن انتبهوا جيداً الصحيح هو 16 الصحيح هو 16 مرة بطرح منه واحد مرة سفر مرة عشرة مرة خمستاش مرة ستاش مرة ستة التمرين التالي أحبائي هو تمرين اللي كثير حالينا زيه هو تمرين الصحيح والقسمان انظروا جيداً لدي هنا الشريطة الشريط الأول هو الكسم الأول الشريط الثاني هو الكسم الثاني أنا بكتب الصحيح عدد الأقراس كامل فوق في الإطار الفارغ ومن ثم أنا بكتب الكسم الأول كالديح بحسب الألوان انظروا جيداً والكسم الثاني وثم أقوم ببناء تمرينين جمع وتمرينين طرح بتمرين الجمع يكون الصحيح هو النتيجة ركزوا جيداً بتمرين الطرح يكون الصحيح هو في البداية مرة أخرى بتمرين الجمع أو بتمرين الجمع يكون الصحيح في النتيجة تمام؟ يعني الإجابة هي اللي بتكوهه بكون الصحيح أما بتمرين الطرح فيكون الصحيح هو في البداية أنا ببلش بالكبير أبو عضلات في تمرين الطرح اذكروا عندي هون تمرينين الصحيح والقسمان هاتوا تنكمل التمرين التالي أكملوا بطريقتين مختلفتين حلنا زي هاي التمرين في الكتاب انظروا جيداً الصحيح مش معطي معاي سواء على اليمين أو على اليسار ولكن معطي معاي واحد من القسمان اللي هو العدد واحد طبعاً هون أنا إلي حرية الاختيار ولكن مهم جداً إني أنا ما أكررش التمرين يعني إذا أنا هون حطيت واحد وحطيت هنا مثلاً تعتنكول تسعة واحد وتسعة عشرة ما أكررش في التمرين تحت نفس الإجابة تمام أو إذا معطي معاي هون هون واحد وهون خمستاش ما أحطش أنا نفس العدد هون خمستاش مهم جداً إني أنا أنوع بالتمرين ما عدش التمرين مرتين التمرين التالي معطي معاي أحياناً بيكون معطي معاي الصحيح أحياناً بيكون مخفص صحيح أحياناً بيكون الصحيح واحد من القسمان معطي معاي ركزوا جيداً شوي شوي حبايبي في التمرين ما تستعجلوش اقرأه منيح دققه الصحيح مثلاً مش معطي معاي ولكن القسمان معطيات معاي التمرين اللي تحتي الصحيح معطي معاي 14 كمان أحد القسمان معطي معاي اللي هو صفر بقي علي إيجاد واحد من القسمان اللي هو القسم الثاني طبعاً بينما التمرين المقابل لإله الصحيح معطي معاي 20 ولكن القسمان مش معطيات وفي كثير إمكانيات عبين ما أوصل إنه الصحيح هو 20 وهكذا والتمرين التالي أحبائي عنا تمارين كمان حلقنا زي كثير في الكتاب مطلوب مني إنه نكمل إحنا التمرين 10 زائد كم يساوي 12 10 زائد كم يساوي 15 أو 9 زائد كم يساوي 19 10 زائد كم يساوي 20 17 ناقص كم يساوي 10 11 ناقص كم يساوي 10 18 ناقص كم يساوي 8 14 ناقص كم يساوي 4 وفيه تمارين طبعا في الكسم الأسفل من الصفحة لم أنا عندي مش معطي معاي الكسمان أنا إلي حرية الاختيار في إلي كثير طبعا فيه كثير إمكانيات أختارها ولكن حلو أنه إحنا نكمل بنفس السيرورة اللي بدأنا فيها في البداية بدي أنا عددين أجمعهم مع بعض بإعطاني نتيجة 13 كمان التمرين التالي كمان عددين أنا بجمعهم بإعطاني 19 وكذلك الأمر في التمرين التالي ولكن انتبهوا مرات أحد الكسمان مخفيات مش معطي معاي وركزوا فيه الكسم الأخير بدي كمان عددين أترحل من بعض بإعطاني 11 تمام؟ إذن أحباء منتكل للصفحة التالية وهي الصفحة الأخيرة وتطلب مني كالتالي أكملوا الأعداد الناقصة على مستقيم الأعداد هاي الصفحة مرفق لدي ثلاثة مستقيمات لأعداد في بعض منها أعداد مخفية اللي هي الإطارات الفارغة علينا طبعاً كتابة الأعداد المخفية داخل هاي المربعات عندي 012 مش معروف شو ورا مش معروف شو ورا وبكمل عندي 11 مش معروف شو الرقم اللي في الإطار الفارغ أنا أكتب الأعداد داخل الإطارات الفارغة حبايبي هاي مهمة المتابعة لهذا اليوم بتمنى إنكم إن شاء الله تستفيدوا وتسلموا المهم بإذن الله تعالى في الوقت كل ثقة فيكم أحبائي ألقاكم على خير بإذنه تعالى وإلى اللقاء